بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ان شاء الله رب العالمين ده اول وحد اول فيديو في الوحدة رقم سبعة الوحدة السبعة من كتاب ماي فريند فاينير فيجين حبا لفيت انتباهك ان كل الفيديوهات موجودة تحت في الوصف ورابط جروبة الاجلام التحت في الوصف برضو خب بالك احنا فترة دي هنزل فيديوهات كتير جدا منها في تلات فيديوهات نزلوا النهاردة في فيديو الاولاني في سلسلة تركات المنهج كل فيديو هيكون فيه حوالي عشر جمل بعشر تركات مختلفة ولا لما عملتهم عشرة لما حددهم عشرة تحديدا علشان يكون فيديو قصير وسريع انك تتعلم منه حاجة جديدة فالحاجات اللي ما تعرفاش سجلها دايما في كشكولك علشان تفيدك حاول اجيب الاخطاء اللي انتو كطلبة دايما بتخطيقوا فيها وبتخنكم في الترجمة الحاجة التانية برضو نقاعة المستقبل واشكال المستقبل برضو موجودة على القناة لو انت لسه ما سمعتنهاش اسمعها عشان يبقى انت كده ملم بالقواعد اللي في المنهج واللي برا المنهج اول سؤال يشهد بيكم ان if you like working with electrical goods لو انت عايز تشتغل في الاجهزة الكهربائية فانت لانتبقى رواج الفني كهرباء فن الكهرباء ده لوسمه طيب number two my brother wants to become a اخوي عايز يصبح بوليتيشن رجل سياسي خد بالك بوليتيكس اللي هي مجال السياسة او علم السياسة ذات نفسه بوليسي لها سياسة الدولة ايما نقول مسلا دواء ديمقراطية فالبوليسي بتاعتها الديمقراطية بي بوليتيكال دي صفة بمعنى سياسي لازم بيكون بعدها اسم فيقول لك مسلا بوليتيكال بروبلم بوليتيكال كونفلكت المهم انه دي صفة طيب نعد number three after studying ancient history بعد ما درست التاريخ القديم مونا بكيم مونا اصبحت يعني علمة اثار محتاجين نشتري بعض الدواء من الكيميست اللي هو الكيميائي خباكد ده الكيميائي ده الدكتور نفسه لكن كيميستس اللي هي الصيدلية وكم ممكن يقول فارماسي there were 100 people in the theater يعني كان هناك حوالي تقريبا ميت واحد عايزك تفهم ان في الجملة دي كلمة اباوت معناها more or less ممكن يبقى اكتر او اقل لكن لما نقول i was about to leave معناها i was ready to leave number six i was a go out when my friend arrived انا كنت على وشك ان اخرج يبقى اباوت to اباوت to دي بقى اللي معناها i was ready to leave شفنا فيلم النهاردة كان بيتم تصويره بواسطة ديريكتور هنا مقصوب بها مخرج الأفلام واخد بالك برضو الكلمة دي معناها مدير الشتقة محتاجة حد يشتغل في مجال الإعلام عشان كده هم كانوا يبحثوا عن عشان يشتغل معاهم في المجال المستشار ولا المجتمع أو الموصل معناها جامعي أو مشترك وبالتالي كانوا يبحثوا عن مستشار يشتغل معه موظم الطيارات ممكن تنزل في أي مكان لأن الطيارين بيستخدموا أكيد الرادار عشان يتحكموا في الطيار هو رجل شغال عشان كده بيشتغل في معمل من المعامل اللي في الشركة يبقى شغال تكنيكل تكنيكل اللي هو رجل الفني وتكنيكل لاب تكنيكل لاب تكنيكل اللي هو فني المعمل وي لرنات هاو تو ميجر انرجي ان اوور لسن احنا تعلمنا زي نقيس الأشياء في درس الفيزيكس اللي هو الفيزياء خبلك فيزيكس اللي هو الفيزياء سايكولوجي علم النفس فيزيكس اللي هو الرجل الفيزياء الاستاذ بتاع الفيزياء او الأخصاء الفيزياء فيزيكال معناها بدني او فيزيائي that for this computer game don't work can I use or try yours the controls يعني الدرعات او اجهزة التحكم بتاعت اللعبة مش شغالة ممكن استخدم اللي معك the children were a to find poisonous snake in the tent الاطفال كانوا ايه لما شافوا ثعبان سام في الخيمة كانوا horrified معناها مرعوبين horrible دي فاناها فضيع horror دا الرعبة ذات نفسه horrifying يعني مخيف التعبان كان horrifying لكن هما كانوا horrified the teacher said that we should never hear while she is talking المعلم قالي ان احنا لا يجب ابدا ان انتررابت ان نقاطعها بينما تتكلم in a things are not attached to something start to float around في ايه الاشياء اللي ما بتكونش مسكف حاجة ثانية بيتبقى تقع in gravity يعني في حالة الجاذبية zero gravity عشان هنا هتقع يبقى in zero gravity in zero gravity يعني في حالة الجاذبية الصفرية الاشياء سوف تسخط الارت لكن لو في gravity الاورنية دي معناها الاشياء الانتقع حاجات ماشية بشكل سليم air is usually high in good weather and low in bad weather في بتكون في التقس الجيد كويسة والتقس السيء منخفضة اكيد دي اكيد الضغط اللي هو اسمه bridgeer bridgeer اللي هو الضغط الضغط الهواء وضغط الجوي وضغط كده اا bridgeer طبعا كنز و pleasure سعادة واتموسفير والغلاف الجوي طيب سبعة عشر the shopkeeper to call the police when the man refused to pay الراجل صاحب المحل هددى ان يتصل بالبوليس لو ما دفعناش يبقى threatened threatened معناها هددى لكن threat threat اللي يبطي معناها تهديد و threat اللي بدي معناها خيط لما قول مثلا thin thread يعني خيط رفيع طيب رقم 18 ambulances drive very fast when there is an الاسعار بتمشي بسرعة لما يكون في an emergency أو an emergent thing شيء طارق the mother gave a strict aid to her child so he obeyed the orders الام اعطت ايهش صارما لابنها لذلك التبع التعليمات يبقى strict threat تهديدا صارما يعني هي هددته بشكل صارم عشان كده هو سمع الكلام والتبع التعليمات طيب بعد كده رقم 20 بيقولك than out of this town from the main city makes it difficult for people to visit it الايه بتاع المدينة يعني لمدن الأخرى يجعل من الصعب ان نحن نزرها يبقى the remoteness remoteness يعني بعد remote يعني بعيد لكن كممكن يقولك this city is remote remove يعني يزيل وremover يعني إزالة there must be no way for people who are reading in the library يجب أن لا يكون هناك ايه لأولئك الأسخاص الذين يقرؤون في المكتبات يبقى interruption رؤية الأشباح تخيف الناس أكيد يخيف يعني هريفاعي لكن هريفاعي يد معناها خائف بعد كده معظم الفصائل من الحيوانات مهددة بالإنقراض معناها مهددة بالإنقراض لما وجه مشكلة أنا دائما استشير والدي المعلمين المعلمين مسؤولين عن يعني توجيه الطلاب للسلوكيات الصحيحة خبالك مورالز لأخلاقيات لكن موريلز لأخرها معناها الروح المعنوية الرجل اللي بيشتغل في مجال الفيزياء ده راجل فيزيكست اللي هو معالم الفيزياء أو ممكن نسميه مدرس الفيزياء بعد كده ثلاثين جعلت النقل في القناة توقف معناها مشكلة فنية فإحنا محتاجين بقى تكنيشان عشان يحلها الفيلم يبين لنا الرحلة الطويلة للشخص ده قطعها حتى يصل لأمه التي فقدها منذ مولده ريتشمان ها سيت أب أ in our area to help the needy واحد من الناس الأغنياء أسسوا فوينديشن مؤسسة لمساعدة الفقراء في بلدنا إنتليجنس is the science of making computer think artificial intelligence والذكاء الاصطناعي هو العلم الذي يجعل الكمبيوتر يفكر أنا أستمتع بقراءة ساينس فكشن نوفل قبل لك أن تبقل ساينس فكشن أو works of fiction أو fictional works ثلاثة حاجات ده تخط بالك منهم the minister is going to visit our school to an important talk الوزير هيجي عندنا لمدرسة عشان يلقي كلمة مهمة اسمها give talk وخط بالك ممكن يقول give talk أو give a speech deliver a speech و make a speech ستة تراتين something has gone wrong يعني هناك شيئا ما تعطل with my car خط بالك ده ممكن قولها بطريقة تانية قول my car field ليا فيل يرصب I am every big building في كل مبنى من مبانك كبيرة there must be an emergency exit لابد أن يكون هناك مخرجا للطوارئ extinct لو نعم معناها منقرد exist يعني يتواجد و in stand فوري my uncle is the a of our local newspaper شغال في الجاردة يعني يبقى اكيد the editor اللو المحرر technology is used to the quality of people's life التكنولوجيا تستخدم لتحسين جوة حياة الناس يبقى improve countries depend on help from progressive ones بتعتمد على مساعدة من الدول المتقدمة يبقى اكيد developing countries خب بلك progressive countries developed countries advanced countries التلاتة دول معناهم دول المتقدمة I had a son last week and I named him my father جاء ونجب ليه طفلا وانا اسميه طفلا وانا اسميه على اسم ابي يبقى name after name after يعني يسميه شخصا على اسم شخص اخر اتنين واربعين بيقول لك what are the of artificial intelligence ما هي ايه للذكاء الاصطناعي to and through up and down back and back brusque and cons يعني هو عايز يقول لك ما هي مزاوع you بيبقى brusque and cons that of doing exercise is getting fit and healthy في الجملة دي عايز يقول لك ان منافع او فوائد القيام بالتدريبات هو ان تصبح لاغ بدنيا يبقى benefit of انتبه ان ممكن نقول لك benefit of benefit of دي اسم معناها فوائد لكن benefit from معناها يستفيد من يعني احنا هنا في الجملة دي قلنا benefit of doing exercise is كذا and كذا كان ممكن نقول لك we can benefit from exercise يمكننا ان نستفيد من التمارين a chess expert a computer to be good at chess واحد من خبراء الكمبيوتر بروبرامة برمجاء جهاز كمبيوتر عشان يبقى شاطر في الشطرنج one a of artificial intelligence is that it's taking away some people's jobs خبلك take away some people's jobs ده مصطلح مهم جدا معناه تبعد الناس عن وظائفهم واحدة من عيوب التكنولوجيا واحدة من عيوب الذكاء الاصطناعي one of the downsides one downsides no one of the family was a when the thief entered the house لم يكنوا احدا من عائلتي يقزان صحي يعني لما اللص اقتحم المنزل she was locked in a room and thus lost contact lost contact وز يعني يفقد التواصل مع electric a are dangerous if they are uncovered لو لم يتم تغطيتها فهي electric wires الاسلاك الكهربائية وهنا عايز افكرك بحاجة قلناها قبل كده في كلمة اسمها isolate 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 كلمة isolate معناها يعزل شخصا في مكان لكن في حاجة اسمها in isolate اللي in i n يعني وبعدين s o l a t e insulate دي معناها يفصل سلك او يفصل جسم عن عيسام الاخرى في حالة سلك الكهربائي احنا بنقول isolate ولا insulate لان احنا بنلف السلك بلاستيك فبنعزل الكهربائي advertisements help companies to their product الاعلانات بتساعد الشركة في انها ترقي من منتجاتها يعني promote the film is a i can't see it again الفيلم ده كان ايه عشان كده انا مش هينفع اشوفه تاني معلش بعد الزلوك يا جماعة يبقى الفيلم ده كان horrified خائف ولا meaningful ذات معنى important مهم ولا horrifying الفيلم كان مفزعا كان سيئا فمش هينفع يسمعوا كده خلصنا الخمسين جملة الخاصة بالكلمات بعد كده هندخل بقى الخمسين جملة الخاصة بالgrammar بس قبلها نحل الجملة اللي هنا في النص دي i don't like not add لا احب ان يسخر مني i don't like to be loved at او being loved at في الاختيارات معي قدامي being loved طيب رقم اثنين i hate not to when i deal with people انا لا احب ان او اكره ان يكذب علي والله ايهيت اخت لايك بعدها اي ان جي او تو المصدر فبالتالي مجهول تبقى i hate to be lied او being lied اللي في الاختيارات هنا عندي being lied وكان ممكن اقول to be lied to he was pleased after he awarded the prize هو كان مبسوط سعيد بعد ان موني حايب after be after he had been awarded having a the clothes were hung too dry بعد ان غو سي لا تيبقى having been washed لانك انت عايز تقول بعد ان غو سي لا لكن كان ممكن اقولك having washed the clothes بعد التام الفاصلة i hang them up او i hung them up عشان تبقى ماضي اه اكسرسايز بقى الجرامر احاول اعملهم كلهم في فيديو واحد المرات عشان يعني ننجز شوية radar was a used for the first time to help planes to land اه الرادار استخدم لأول مرة يبقى was aware عشان انت عايز تقوله يستخدم يعني مجهول فانقول was aware and energy يعني was being used many science articles by clark in magazines before the war ended كثير من التقارير او المقالات العلمية اللي بوصلت نوشيرت قبل الحرب يبقى had been وتصفيف التارث عشان دماضي تامي بقى had been published طب ليه ما ناخدش had published دي ما لها نشرت ده معلوم المقال ينشر طب ما هي رقم اي دي نشرة برضو ما هو ما ينفعش ناخد مدارع تام والناحية التانية ما ده بسيط this writer's science fiction stories قصص الخيال العلمي بتاعت الراجل ده published in magazines نشرت في المجلات انت المفوت تقول ان عندك عايز تقول يعني نوشيرت يبقى وتصفيف التالت اذا والظرف وبعد تصفيف التالت يبقى آآ بعد كده رقم فتاعة برضو عايزة اوضح لك حاجة عشان في هنا دي ممكن استخدمها بمعنى ايه لو انا بتكلم عن ثلاثة اربع كتاب فانا اقول لك بص الكاتب ده قصة ونشرات والكاتب ده قصة ونشرات والكاتب ده كمان بقى التالت ده آآ القص بتاعته also where published هو كمان قصة ونشرات هيبقى في الحقق دي كنا خدنا also where clark not to work on a film for the famous director آآ ستانلي بقول لك ان كلارك طولي با منه يبقى was asked طولي با منه ان يعمل the film by many millions of people since it was made in 1968 الفيلم ده آآ شوهداء بواسطة ناس كتير منذ كتاباته والله انا شايف قدامي يا مستر سينس فعايز قبلها مطارع تام يبقى الفيلم has been watched الى number b آآ يا مستر لما يكون في باي وبعدها ماضي فانا باخد ماضي تام يبقى the new factory had been built خبلك من الحاجات بتاعت التركات اللي موجودة في اول فيديو تركات buy لما يكون بعدها ماضي ناخد ماضي تام buy لما يكون بعدها مستقبل ناخد مستقبل تام انتبه للكلام ده كويس when father returned home his dinner لما الاب عاد للمنزل عشائه was being made يعني كان يجهز خبلك انت عايز مجهول وما فيش في الاختارات مجهول غير دي بدي اختارها وانت مرتاح طب لو في اتنين مجهول ترجم معرف الزمن i had waited at the garage until my car انتظرت في الورشة الى ان سيارتي اصليحت فانا استنيت الاول وبعدين السيارة اصليحت في اصلاح السيارة حدث ثاني فعشان كده هنقول وزري بيرد موضي بسيط my mobile a in the sports club yesterday موبايلي فوقي دا yesterday موضي بسيط فانت هتقول lost على طول صح lost ماناها فقدة لا انا عايزين نقول فوقي دا يبقى وزور وتصيف التالت ف طب لو انا قلت my mobile lost عشان yesterday لو انا قلت my mobile lost ماناها ان موبايلي فقدة الموبايلي فقدة ولا فوقي دا the first rocket a in the space in 1944 لما قل لك in ويجب لك سنة ماضي يبقى دا ماضي بسيط وانت عايز ماضي بسيط مجهول لان اول صاروخ ارسلة يبقى wasn't twelve people have not to walk on the moon يعني اتناشر شخص ارسي له يبقى where sent or have or has been sent or had been sent الجملة اصلا جاب لك فيه have فانت هتقول have been sent اللي نمبر دي space ships flown to the moon many times before abollo 11 in 1969 was aware وتصريف التالت على طول فعشان كده انت ما عندك اصلا عندك اصلا before في الجملة فاللي قبلها هيكون had been عشان ماضي تام مع ذرة يبقى had been flown امتى ناخد was flown لو قال لك ان دا ماضي بسيط مثلا عرف لو النص اللي اختفى كده اللي هو الجزئية بتاعت before abollo معرفش ايه كده لو الجملة دي مش موجودة قدامك ومكتوب قدامك كده الجملة the space ships not flown to the moon many times in كزا كنا خدناها where where flown عشانها طبعا اسم جمع 13 photographs of the dark side of the moon could could عايز بي والباست بارتسبول لو انت عايز مجهول او could والمصدر لو معلوم انا عايز مجهول طب ليه صور الجانب المزلم للقمر يمكن ان ترى new bridges built in cairo recently الكاميري الجديدة اه تبنى في القاهرة حاليا يبقى هاف وهاز بين باست بارتسبول هناخد هاف طب ليه ما ناخدش هاز عشان bridges اسم جمع when we arrived at the hotel our room لما وصلنا الفندق غرفنا كانت تنظم يبقى where being prepared ليا number c طيب ليه ما ناخدش بقى هاد ونقول هاد كانت تنطفت قبل ما نوصل كان المفروض تبقى هاد had been prepared the computer by the teacher yesterday الكمبيوتر حصل له ايه بواسط المعلم بالامس full he saw يبقى ووزه وروا التصريف الثالث was checked the how was before طب معلش في رقم 16 يا مستر لو هنا في الجملة احنا مش هناخد هاد لان دي معناها فحصة طب لو هو ما نقول له في الاخترارات had been checked كانت هتنفع اطلاقاً ما كانت هتنفع برضو لانه حدد لك قال لك يا مستر دي فانت تختار موضي بسيط the house before the party was given المنزل حصل له ايه قبل الحفلة ما يتتم اكيد زينا يبقى had been decorated طب لو هنا was decorated كنا اخدناها لا لان في before فانا عايز قبلها موضي تعم a new school in the village last year ده موضي بسيط يبقى مدرسة انجليتهم بنيت يبقى was built ايه number a the house when my father came home المنزل ايه عندما جاء بي was being decorated يعني كان يزينوا ده معناها ان حضر معنات زينا the hotel in many famous films الفندق في كثير من الافلام المشهورة الفندق استخدماء يبقى was used او has been used او is used اي حاجة مضارع او اي حاجة مبني المجهول هنفكر فيها في الاختيارات تعال نشوف has been used ده مبني المجهول فتنفع has used استخدامه ده ملاش علاقة للموضوع used استخدامه و are used تستخدم طيب ايه ترى هنقول has been used ولا are used ما هما الاثنين ينفعوا ارجع للفاعل الفاعل عندك هنا the hotel الفندق مفرد ولا جمع لا مفرد يبقى ما ينفعش نقول are used has been used are used بدي جمع فتيجي مع the hotel the hotels الجمع the bread had not a before we went to bed الخبز لم يكن صنعه يبقى hadn't been made اللي هي number b this picture in the 19th century الصورة دي روسي مات في القرن 19 يبقى was painted اللي هي number b طيب لو هنا فيه had been bent اللي كنا اخذناها لا برضو اللي انه قال لك في القرن 19 فهذا ماذا بسيط when we were into the hotel room لما دخلنا غرفة الفندق the pits السراير hadn't been made لم تصنع ولا hadn't been made لم تصنع لم ترتب يعني ولا had not been making دي معناها لم يكن يصنع ولا had made المعنى بالعربي لما وصلنا الفنادق السراير لم تكن ترتب او لم تكن قدرتب يبقى hadn't been made this funny photo of the internet on the internet is very popular it to hundreds of people الصورة المضحكة دي على الانترنت أرسلت أرسلت يبقى it was sent يبقى it was sent مش مفيش was sent خلاص ولو فيه was sent على فكرة ما كناش خدناها طب ليه؟ عشان بيقولك ان الصورة الانترنت دي is معنى كده انها مضارع فالمفهود احنا نسخد المضارع فعلا فعشان كده has been sent عارف لو is دي مكانها was كنا نفكر في had been sent أو was sent طيب خمسة وعشرين when we arrived at the theater دا اكتورز لما وصلنا للمسرح الممثلين كانوا يصورونا فده موضوع مستمر يبقى where being وتصريف الثالث this library book is very old كتاب اللي في المكتبة دا قديم جدا i think it is i think it a by lot of people اعتقد انه قوري ا قوري ا يبقى has been reading لا دا مضارع تام وستمر معلوم has been read اعتقد انه قوري ا واخد بالك برضو بأكد على فكرة انه قالك this book is فعشان كده خدنا مضارع تام لو was كنا خدنا ماضي تام the hotel before the flats were built الفندق حصل له ايه قبل ما الشوق اكتبنا الفندق تم فتحه تم فتحه يبقى had been opened yesterday evening the tv program by nearly million people بالامس في مبارح بالليل يعني البرنامج التلفزيوني بواسطة ملايين الناس had been opened was watched دي مش ما لهاش اي اتجاه اصلا يعني دي خطأ تماما ما هي اما تبقى was watching طيب was watching يعني شوهده تنفع what should شاهده فالاجابة تبقى number c عارف هتكتبولي في التعليقات تحت يا مستر مش المفروض yesterday evening تنقول was being watched اه تنفع فعلا لو قلنا was being watched يعني كان يشاهد ولو قلنا was watching معنى شوهده the school windows have have and has been possible فعشان كده هنقول have been cleaned يعني شابيك المدرسة تو نظف او نظفت i to the tennis competition at the weekly at the weekend by the club's bus انا الى التنس competition مسبب التنس اللي في الاجازة بواسطة الاوتوبيس بتاع المدرسة يبقى انا اخيش i was taken to او على فكرة كان ممكن تقول had been taken to او have او i have been taken to كلهم ينفعوا لانه محددلكش زمن للجملة some trees were down in the park today بعض الاشجار ايه في الحديقة اليوم where cutting كانت بتقطع ده معلوم where been دي ملهاش انجليزي خالص دي where be لا مفيش حاجة اسمها where be على فكرة كان ممكن نقول where to be cut المهم where being cut يعني تقطع او كانت تقطع after the storm some scientists to the beach to see what had happened بعض العاصفة بعض العلماء or see lo يبقى where sent or see la a lot of wood and plastic bottles left on the beach by the big waves عادت كبير جدا من الخشب والزجاجات البلاستيكية to re cut على الشاطئ to re cut يبقى where left او had been left طبعا had been left احنا كده في 34 when i arrived the buildings on the beach for damage بقول لك ان لما انا رجعت او لما انا وصلت المباني اللي على الشاطئ كانت تفحصي aware being ticket اللي هي number c طيب in the summer the beach a by thousands of tourists في الصيف الشاطئ يستعمل يستخدمي بقى is used the scientist said that the beach would a completely by the summer بقى is used in the summer بقى is used by the summer بحلول 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 قبل ما الصيف يبدأ سيكون الموضوع ده انته المهم العلماء يعتقد ان the beach would be recovered سوف يستعاد تماما سيكون قد عادة تماما قبل الصيف I remember warmly when I visited Lebanon last year أنا أتذكر أنني تم الترحيب بي عارف أنا يا مستر أن remember بعدها ينجي معناها أتذكر أن في حاجة حصلت فعشان كده I remember being welcomed أنا أتذكر أنني روحي ببي مجهول When her mother died لما أمها ماتت Christy for a year Christy اختفت اختافا يبقى disappeared انتبه disappeared وكلابس ما ينفعش يجو في المجهول The patient to be suffering from an Asia المريض يعتقدو يبقى is thought اللي هي number c وخبالك الجملة دي ممكن نعملها بطريقة تانية فأقول ويارد تكتب ورايا it is thought that the patient is suffering طيب رقم أربعيد it not that the parliament members are taking vital decisions soon it is reported يعني you قالوا is reported يعني أبلغنا بذلك يعني وعلى فكرة لما يكون في it و that فأنا ممكن نقول is reported or has been reported these things in the corridor I think they are yours هذه الأشياء وجيدت في الطرقة أعتقد أنهم ملكك يبقى these things were found found اللي هي number a there are three efficient soldiers on the last police mission ثلاث جنود آآ عندهم كفاء يعني or see لو والله هم الثلاثة جمع فهنشان كده where sent ثلاث جمع فهنشان كفاء يعني يعني جهاز تنصت آآ أخفية أو تم إخفاء يعني in the spice cupboard ما تنساش إن كلمة spy اللي هو الجسوس وإنت بتقول أخفية يبقى was hidden the enemy soldiers هو جنود العدو where captured تم أثرهم and looked the number c خد بالك أنت لما يكون عندك فعلين اتنين لنفس الفاعل وفي النص and فبيكونوا زي بعض تماما فأنت بتقول لي where captured and looked الجملة دي أصلا كانت where captured and where looked بس لو كتبناها بالمنظر دا تبقى غلط أول مثلا I enjoy reading and writing ما ينفعش تقول I enjoy reading and I enjoy writing بتاخد فعل واحد مشترك وتقلب عليه the beans were dried in the sun after they washed الفول أو البقوليات يعني يتم تشفيفها أو تم تشفيفها في شمس after they washed after they had been washed لأنك كسلت الأول وبعدين جففت فالغسيل دا حدث أول money is thought دايما نعود نفسك is thought is believed is أي حاجة من دول يبقى to be based participle لو مجهول to والمصدر لو معلوم to have been لو مجهول في الماضي to have والباسطة بارتسبل لو معلوم دي حتة كده من حاجات لنعملها برضو في سلسلة تركات money is thought to be يعتقدوا أن المال هو أساس كل الشرور طب أنا عايزك تفهم لو أنا عايز تقول لك المال يعتقد أنه كان كل أصل كل الشرور يبقى money is thought to have been علي is believed injured in a car accident جاءت لك واحدة أو علي يعتقد أنه يصيب ولا يصاب ولا أصيب أنه أصيب ما دولة مطارعة دي ما دي يبقى فيها have كده يبقى to have been injured طيب معلش سؤال تاني لماذا ناخد to have injured ده معناها أن علي يعتقد أنه أعصابة طبعا غلط a new medicine for flu last month علاجا جديدا للإنفلونزا who g da last month هنقول was found the man admitted not by some foreign organizations الرجل اعترف بأنه يساعد يبقى admitted being helped عشان أدميت أصلا بعدها ينجي في المعلوم I don't like not by others لا أحب أن أنتقد I don't like to be criticized أو being criticized الاختيارات فيها being criticized وذيبقى كده دي الإجابة الحمد للارب العالمين كده خلصنا الميت جملة الخمسين كلمات والخمسين قواعد عملناهم في فيديو واحد فاستحمل معلش الضغطة دي شوية عشان يعني بنقتصر في الوقت عشان أنا مش حايا بدنا أثر معاكم ياريت قبل ما تنمش تعمل لايك الفيديو يا شباب اعملوا شير للفيديوهات يا شباب شايروا الفيديوهات بين زميلكو اذكرونا بخير يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته